اهلا ومرحمة بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي احاديث المسيح وما اروع اقوال شخص المسيح ويا لغبطة اولئك الذين تحدث معهم المسيح وفي هذه المرة نتوقف مع حديث المسيح حول موضوع اهام جدا يهم كل واحد فينا عندما تحدث المسيح عن الطريق خلينا ابتلي معاك صديق المشاهد بقراءة النص الكتابي من انجيل يحنى صاح 14 من الاية الاولى قال الرب يسوع كان يتحدث الى التلميذ قال لهم لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب انتم تؤمنون بالله فامنوا بيه في بيت ابي مناذ الكثيرة وإلا فاني كنت قد قلت لكم انا امضل وعد لكم مكانا وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق قال له تومة يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا به لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا ومن الان تعرفونه وقد رأيتمو هذه الاقوال صديق المشاهد كانت جزء من حديث خاص دار بين المسيح وتلميذه قبل الصليب يبدو ان المسيح ابتدى يعد تلميذه لهذا الحدث الكبير الخطير حدث الصليب اللي معناه ان المسيح سيتركهم على الارض سيترك التلميذ لانه بعض الصليب سيقوم ويصعد الى السماء اكيد هذا الامر كان بيصير مشاعر الالم والضيق والحزن عند التلميذ لانه معلمهم سيتركهم عشان كده قصد الرب بين الحين والاخر يطمئن التلميذ لانه سيتركهم بعض قليل وقال لهم التعبير الرائع في هذا الجزء في آية اربعة انهم سيتبعون في يوم من الايام وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق وهنا واضح ان التلميذ لم يفهموا واستمروا في عدم الفهم هذا لبعض القيامة والى وقت حلول الروح القرس اللي بدأوا يدركوا حقيقة معنى ارسالية المسيح وموتوا وقيامة ايضا وفي هذه اللحظة سألوا تومة في آية خمسة في هذا الجزء وقال له يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق والحقيقة تومة عرفناه بالشك بتاعه عرفناه مرات بالتردد بالشخص اللي عايز علامة اللي عايز يضع يده على الامور بالعيان يلمس ويسمع بطريقة خاصة جدا لكي يؤمن واحنا بنشكر الله من اجل الشكوك تومة وتردد تومة لانه من خلال اسئلته وشكوكه وتردده ابتدينا نسمع احاديث المسيح اللي مكنت ايمانا ودتنا نسمع كل الحق اللي اعلانه المسيح مش بس لتومة لكن لينا كلنا فيما بعد عرف تومة بالتوأم وعرف انه الشخص اللي عنده محبة حقيقية للرب وعايز يبني ايمانه على حقائق على امور واضحة علشان يكون ايمانه مؤسس على الصخر الحقيقة بنتعرف على تومة في اكثر من موقف من كلمة الله من ضمن المواقف انجيل يحنى اصاح 11 وانجيل يحنى اصاح 11 للعارفين بكلمة الله معروف ومشهور بمعجزة اقامة العاذر من الموت وكان المسيح اعلن في بداية الاصاح انه العاذر مريض وبعد يومين اعلن المسيح انه العاذر قد نام وكان يقصد انه قد مات وبعدين حذروه التلاميذ ما تروحش المكان هناك لان عدائك يطلبونك وقد يقتلوك في اورشالين وفي بيت عنيا القريبة من اورشالين لكن وقتها المسيح اصر انه يذهب الى هناك لكي يقيم العاذر من الموت ووقتها تومة اعلن في محنى 11 وآية 16 لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه لاحظ التعبير اللي فيه بيكشف طبيعة تومة وشخصية تومة اه اه اخلاصه ومحب محبته اه الشديدة ووفاءه العظيم لسيده لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه وفي المرة التالتة والاخيرة لما لما المسيح بدأ يحزن ويتألم آآ تومة بسبب غياب سيده وكان الرب قد قام وظهر للتلاميذ في الاحد الاول احد القيامة وتومة ما كانش موجود وبعد كده قالوله رأينا الرب احنا رأينا الرب واضح في هذا المشهد ان تومة تألم وحزن واشتهى ان يرى السيد وقال كلمته المشهورة إن لم أضع يدي إن لم ألمس لا أؤمن وجه المسيح بحنان في الاحد التالي وشافه تومة وآمن تومة وقال كلمته المشهورة في يحنى عشرين تمنتاشر ربي وإلهي ربي وإلهي ودي المرة التالتة اللي احنا بصداتها نتعرف على تومة في يحنى 14 اللي فيها تومة قال للمسيح يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق شيء راعي إنه الإنسان يسأل لكي يعرف وهنا أرجو إن احنا نلاحظ سؤال تومة واحد مخلص وراغب يعرف راغب يتعلم كيف نقدر أن نعرف الطريق عرفنا ما هو الطريق سؤاله بيختلف شوية عن سؤال سأل نقي ديموس من قبل نقي ديموس لما سمع عن الأولادة الجديدة قال للمسيح كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ قال عله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد والمسيح جاوب نقي ديموس وتعرضنا قبل كده لهذا الحديث في إنجيل يوحن أصح 3 آية 4 وآية 11 ومرة كمان المرأة السامرية سألت كيف وقالت المسيح في يوحن 4 وآية 9 قالت المسيح كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية ثم هنا بيسأل كيف نقدر أن نعرف الطريق المرأة السامرية سألت كيف تطلب مني لتشرب نقديم السأل كيف يمكن أن يكون هذا ويمكن صديق المشاهد في مرات نقف قدام حقائق إيمانية كبيرة بتكون أكبر من إدراكنا أكبر من إمكانياتنا ونأتي إلى شخص المسيح كلي الحكمة ونقول له كيف كيف في يوحن 6 وآية 52 وقف اليهود قدام حقيقة جسد المسيح وسألوا أيضا هذا السؤال كيف يقدر هذا أم يعطينا جسده لنأكل والشخص اللي بيأتي بمثل هذه الأسئلة كيف وراغب من المسيح يضاح هيقول له المسيح الإجابة ويعبر المسيح بحديثه عن ما يجيب عن كل هذه المرات اللي فيها الإنسان بيسأل كيف يمكن صديق المشاهد عندك النهاردة سؤال عندك سؤال كيف نقدر أن نعرف الطريق ومازال السؤال النهاردة بيسألوه كتار أين الطريق كيف نقدر أن نعرف الطريق في ملايين النهاردة من البشر بيدوروا على الله بيبحثوا عن الله ويمكن ماشيين في طرق مغلوطة ويمكن ماشيين في طرق لا تؤدي للحياة بيقول الحكيم في طرق كثيرة تبدو للإنسان كويسة تبدو للإنسان سليمة لكن عاقبتها الموت لكن في طريق واحد بيؤدي للحياة لكن أنا محتاج للي يكشف لي هذا الطريق للي يكشف لي عن كيفية الوصول لهذا الطريق في ناس النهاردة مش عارفة الطريق هو ماشي ماشي لأنه ده طريق الأباء والجدود ماشي لأنه ده الطريقة اللي خدها بالصليقة اللي خدها مع الناس لكن توم هنا بيسأل سؤال شخصي فكيف نقدر أن نعرف الطريق وهنا في اعتراف واضح من تومة أنت تعرف الطريق أنت تقدر تقول لنا عن الطريق أنت يسوع المسيح أنت عارف رايح فين وأن تعرف الطريق وهنا قدم يسوع المسيح اللي علان الخطير الرائع اللي سدد احتياج تومة وبيسد احتياج واحتياجك صديق المشاهد النهاردة قال لتومة في آية 6 أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأهب إلا بيه هذا الإعلان المبارك بيكشف لنا شخص المسيح ومن هو في أسرار أعلنها المسيح في هذا الإعلان في أخبار طيبة أعلنها المسيح في هذا الإعلان يمكن بتدور عن الله النهاردة ونعايز أقول لك بالأولى الله هو اللي بيدور عليك هو اللي بيبحث عنك يمكن بتدور عن الحق والحقيقة ونعايز أقول لك النهاردة الحق هو اللي بيبحث عنك يمكن بتدور عن الحياة وتكتشف النهاردة في إعلان المسيح أنه فيه شخص قال أنا هو الحياة هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع إعلان المسيح مع حديث المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة وأرجو أن تكون إجابة المسيح لتومة إجابة لنا نحن النهاردة لنا كلنا بعد الفاصل نرجع نكمل هذا الإعلان المبارك اللي أقدمه شخص ربنا يسوع المسيح أرحب بك من جديد صديق المشاهد في برنامجنا أحاديث المسيح أحاديث المسيح هذه المرة كان مع التلاميذ وبصفة خاصة مع تومة واحد من تلاميذ المسيح اللي سأل الرب في ذلك الوقت في يوحنة 14 وآية 5 فكيف نقدر أن نعرف الطريق قبل كده في يوحنة 1 آية 18 كتب البشير يوحنة الله لم يره أحد قط لابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ناس كتير النهاردة جدا بتحاول توصل إلى الله والإنجيل بيقول لنا إن الإبن الوحيد شخص المسيح يسوع هو الطريق الحقيقي الصحيح الوحيد إلى الله الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر مش بس كده إعلان من يوحنة لكن الرب يسوع نفسه قال في إنجيل متى وصح 11 وآية 27 قال الرب يسوع هذا الإعلان المبارك كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له وبعد كده كتب الرسول يحنى في رسالة الأولى هذا القول المبارك في يحنى الأولى كتب هذه الأقوال المقدسة الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا في يحنى الأولى واحد ثلاثة واربعة في رد الرب يسوع على تومة في هذا الأصح قال له أنا هو الطريق والحق والحياة صديق المشاهد يسوع هو الطريق ما قالش هنا أنا هكشف ليك عن الطريق هدلك إلى الطريق ما هوش واحد من الأنبياء اللي شاور للناس زمان على الطريق إلى الله مسيح ما قالش كده مسيح قال هو نفسه الطريق هو الطريق إلى معرفة الله عايز تعرف الله مسيح هو الذي يكشف ليك من هو الله وما هو الله من هو الله هو أبونا السماوي هو الآب المحب ما هو الله الله روح الله نور الله قدوس يسوع المسيح يكشف لنا بل هو الطريق إلى معرفة الله يسوع المسيح هو الطريق إلى نعمة الله اليهود زمان اللي كانوا عايشين تحت النموس والفرائض والأحكام والشرائع لم يكتشفوا عماق الله في نعمته لكن الكتاب المؤدس بيقول لنا إن النموس بموسى وعطية أما الرحمة والحق النعمة والحق فبيسوع المسيح صراء فإحنا في المسيح يسوع اكتشفنا أعماق نعمة الله والموضوع ده كلام صديق المشاهد ليك وليه النهاردة يبقى الموضوع الشخصي اختباري نقدر نقبل ونتعامل مع نعمة الله من خلال الإيمان بربنا يسوع المسيح كمان يسوع المسيح هو الطريق إلى الشركة مع الله ناس كتير النهاردة مشتاءة يكون لها علاقة قريبة حميمة مع الله إزاي إزاي لازم حد ييجي في النص ويصل الإنسان بهذا الإله العظيم زمان صرخ أيوب ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين من يعطيني أن أجده سأل أيوب والنهاردة بنعلن ولينا اليقين أن يسوع هو طريق شركتنا مع الله لكن مش بس يسوع هو الطريق يسوع هو الحق يسوع هو الحق أشرت من شوية للقول المبارك في يحنى واحد اربعة عشر والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا بردو بردو مرة المسيح مجاش علشان يعلن الحق لكن جاء علشان يجسد الحق جاء علشان الناس تشوف الحق مجسد أمامهم لما يعرفوا المسيح يعرفوا الحق أذكر في يحنى إنجيل يحنى الصح 8 وآية 32 أعلن رب يسوع لجماعة اليهود قال لهم وتعرفون الحق والحق يحرركم كان بيشاور على نفسه لما هتعرف المسيح النهاردة يبقى تعرف الحق تعرف الحقيقة المطلقة تعرف الله الحق وأذكر أيضا عند محاكمة المسيح في أصاح 18 من إنجيل يحنى كان يسوع يحاكم أمام بيلاطس وبعدين بيلاطس سألوا أفأنت إذن ملك أجاب يسوع أنت تقول أنت تقول أني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي في آية 37 من يحنى 18 أنا أكد لك صديق المشاهد أنه يسوع المسيح هو الحق الحق عكس الضلال الحق عكس إلا حقيقة يسوع هو الحقيقة هو الحق تعرف يعني تعرف الله الحق لكن أضاف الرب يسوع أيضا في كلامه إلى تومة آية 6 من يحنى 14 أنا هو الحياة أنا هو الحياة بمعنى هو مصدر الحياة هو معطي الحياة حياة الصحيحة الحياة الحقيقية الحياة الأبدية من البداية إنجيل يحنى بيعلن هذا الأمر في يحنى واحد كتب عنه البشير يحنى هذا القول في آية 4 فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس في المسيح كانت الحياة وما زالت الحياة لكل من يؤمن به فهو معطي الحياة وهو مصدرها أذكر أيضاً في يحنى 6 يعلن له كل المجد وآية 57 يقول السيد المسيح كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بيه فهو يحيا بيه من يأكلني هنا ترجمها المسيح من يؤمن به من يقبلني من يأتي إلي الحقيقة إنجيل يحنى مليء بإعلانات يسوع المسيح أنه الحياة في أصاع عشرة كان بيقارن بينه بين عدو الخير بين الشيطان فقال كلمة جميلة جداً يمكن ابتلينا نشوفها النهاردة عملياً في الحياة واسمعاً عنها من فترة من شهور مضت الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويزبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وليكون لهم أفضل في من يأتي بالصرقة في من يأتي بالذبح والهلاك لكن يسوع المسيح أتى بالحياة والحياة الأفضل يسوع لم يأتي ليقتل ويزبح ويهلك لكن أتى ليحيي ويقيم الميت من خطاياه ويرجع الحياة لأموات الذنوب والخطايا ده يسوع المسيح اللي قال لتوم هنا أنا هو الحياة أنا هو مصدر الحياة أنا هو معطي الحياة يمكن آخر إعلان صديق المشاهد بسيبه معاك من إنجيل وحنة وأصح خمسة يقول الرب يسوع في هذا الجزء الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي من آية 24 ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون لأنه كما أن الآبا له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته يحن خمسة من آية 24 إلى 26 مرة ثانية هذه الآيات الخطيرة يعلن الرب يسوع من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني دا دوري ودورك صديق المشاهد تسمع كلام الرب يسوع اللي بيقول تعال إلي وأنا أريحك تعال وأنا أعطيك حياة وحياة عبدية وتؤمن بمن أرسله وتؤمن بالله الذي أرسل شخص ربنا يسوع المسيح بتعمل الحكتين دول بتاخد ثلاث حاجات لو حياة أبدية لأنه زي ما قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا تأتي إلى دينونة بل تنتقل من الموت إلى الحياة وأكمل المسيح في هذا الإعلان في محن خمسة تأتي ساعة وهي الآن اليوم النهاردة حين يسمع إلى موت صوت ابن الله والسامعون يحيون أبشرك النهاردة بالحياة أبشرك النهاردة مش بالموت مش بالهلاك لكن أبشرك بيسوع المسيح معطي الحياة تقدر ترجع النهاردة وتقول رب اقبلني متعني بهذه الحياة يمكنك وإنت في مكانك دلوقتي ترفع من قلبك هذه الصلاة القصيرة هذا الدعاء البسيط الواضح لهذا الإله معطي الحياة أيها الإله العظيم نشكرك من أجل يسوع المسيح الطريق والحق والحياة يارب النهاردة بنعلن قابلنا ليسوع المسيح ونرجو أنك تقبلنا فيه فنقبل الحياة ونتمتع بالحياة الأبدية معك في اسم المسيح الكريم آمين صديق المشاهد أرحب بمرسلاتك أرحب بتواصلنا معا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد مع أحاديث المسيح أستودعك لنعمة الله والرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر